أستاذ حسيني شلوشي ورحب بك مرة أخرى أهلا وسهلا لماذا لم تتح برأيك الفرصة لمؤسسات الدولة العراقية كالخارجية مثلا للرد على مجزرة القائم بدل أن تقتحم السفارة ويعني نحاول أن نخرج من أزمة لندخل في أزمة أخرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيوفك الكرام من أربيل ومن عمان أهل الله سهل الرحمة والمكفرة لشهداء العراق المرابطين على حدود العراق الغربي حقيقة أن الولايات المتحدة هي التي ضيقت المساحات في داخل العراق واستعجلت أهدافها حتى أنها بدأت ترتكب الخطأ تلو الآخر لتضع نفسها في مأزق سياسي واقعي في داخل العراق تحرج نفسها وتحرج الحكومة العراقية بالكامل حتى أصدقاء الولايات المتحدة عندما تنتهك سيادة العراق بهذه الطريقة الفجة وتسفك دماء العراقيين وهم يدافعون عن بلدهم وهم تعرضوا إلى عدوان كبير في 2014 لم تستطع الولايات المتحدة بهذه القوات أو بمسمى التحالف أو بأي مسمى آخر وحتى القدرات العسكرية والأمنية التي بنتها لم تصمد أمام الهجوم الذي تعرضه العراق في حين هذه القوة التي صدت داعش تستهدفها الولايات المتحدة وتسفك دماء العراقيين على أرضه دون رد سياسي مباشر هذه جريمة بالنسبة للولايات المتحدة هذه رعاية إلى الإرهاب بشكل علني وصريح واستهداف إلى العراق الولايات المتحدة يا سيدي كريم ماضية إلى أهدافها دون أن تضمن إلى أهدافها ومصالحها دون أن تضمن مصالح العراق على أقل تقدير ضمن مصالحها العام